الأب في البيت شجرة ضليلة تشعر أولاده بالطمأنين والأمان أرض صلبة يحس بسببها كل أفراد الأسرة بالأمان والسند القوي ويشعر بالاستقرار المالي والاجتباعي إنه الصدر الحنون الذي يأوي إليه كل من يحتاج إلى نصح أو مشورة أو مساعدة ومن واجبات الأب أن يتأهل علما وخبرة لإتقان عملية التقويم السلوكي والتربوي بالحوار والتوجيه مستهدفا غرص الرقابة الذاتية والضمير الحي والمثل العليا في نفوسهم ويمكنه أن ينجح في ذلك دون الحاجة إلى الضرب واللوم الشتاء بل يمكن أن يستخدم بدلا منها أكثر من 15 خيارا أسردها عليك الآن لترتاح من الضرب وعواقبه الوخيمة في الحاضر والمستقبل أولا غض الطرف عن الهفوات اليسيرة غير المتكررة فإن الالتفات إليها يؤكد فعلها لدى الطفل والمراهق فيستخدمها وسيلة للفت الانتباه أو للعناد ثانيا التوجيه الخفيف بحيث لا يتعدى لو كتب سطرا أو سطرين ثالثا إظهار عدم القبول واستنكار الفعل المخالف إذا تكرر هذا الفعل رابعا العتاب الفردي الرقيق الذي يحتوي مصطرحين أحبك وأخاف عليك خامسا شرح الخطأ على سبيل اللوم غير المباشر دون أن يكثر من ذلك سالسا الإنذار ويكون نادرا سابعا التلويح بالعقاب ويكون واضح الشرط والجواب مثل إذا ضربت أخاك الصغير مرة أخرى ظلما فسوف تحرم يوما كاملا من لعبتك ثامنا الحرمان من الامتيازات مثل حرمان من التفسح خارج المنزل ولكن لا يكون يوميا فيحيل حياة الطفل إلى جحيم وحرمان دائم تاسعا الإقصاء بإجباره على الجلوس على كرسي دقائق لا تزيد عن عدد سنوات عمره يعني عمره خمس سنوات يجلس خمس دقائق بشرط ألا يكون معه شيء يضره أو حتى يسليه ولا تكون غرفة بعيدة ولا مغلقة بل يكون بالقرب منك عاشرا عدم تلبية بعض رغباته أو طلباته الحادي عشر الغرامات المالية بتغريمه قيمة ما خرب وتكون في نطاق طوقه وقدرته ثاني عشر العمل الزائد بحيث يقوم بتنظيف المكان الذي وسخه أول مرة فإذا تكرر الفعل منه يطلب منه أن يقوم بتنظيفه وتنظيف مكان آخر معه ثالث عشر الإشباع مثل علاج أخذه للأموال دون علم أصحابها بإعطائه نقودا تكفيه دون اتهامه بالسرقة مع إفهامه أن ما يفعله أمر خطير جدا الرابع عشر تأزيز الآخرين على تركهم السلوك غير المرغوب فيه ومكافأتهم أمامها الخامس عشر ربط الذنب الأخروي بالله عز وجل وليس بالأب أو الأم كتأخير الصلاة وعقوق الوالدين والنظر للمحرمات وتناول المحرمات لا قدر الله ونحو ذلك أعانك الله أيها الأب فأنت مسؤول فأنت مسؤول شكرا للمحرمات لا قدر الله ونحو ذلك